تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقصاً معتدل الحرارة في الصباح الباكر على مختلف الأنحاء حاراً رطباً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وذنوب الصعيد معتدل ليلاً أكد الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتقليلوجيا المعلوماتي أنه تم الانتهاء من ربط 45 قرية تم بكبلات الألياف الضوئية من إجمالي 81 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة منوفية كما تم إنشاء 47 برج جديداً للمحمول يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان التفاضل والتكامل وامتحان مادة علم النفس والاجتماع وتعقد الامتحانات ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية وذلك في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً أكد الدكتور محمود أسمة وزير قطاع الأعمال العام أن ياد التطوير والتحديث لم تمتد إلى صناعة الغزل والنسيج منذ إقامتها في مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة في شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين أشهد الدكتور خالد داغي الرئيس دار الأوبرا المصرية بالنقل الحصري لقناة الحياة لحفل الأساتذة مؤكداً أن القناة تمكنت من وصول الحفل إلى ملايين الجماهير في مصر والوطن العربي ومختلف الدول وإتاحت فرصة كبيرة للمصريين بالخارج لمتابعة فن بلدهم على الأحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة والسصلاح الأراضي عن بدء خطة تطوير حديقة الحيوان اليوم مؤضحاً أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقاوماتها مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة على المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مؤضحاً أن الاستراتيجية تعد نموذجاً متميزاً للتعاون والشراكة بين الوزارة والملظمات الدولية ومجتمع الأعمال